مرأة منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أقول إن الترتيب في هذا الحديث ليس ترتيباً مرحلياً أي ليس المراد الترتيب المرحلي أن تغير أولاً بيدك فإن لم تستطع تنتقل إلى التغيير باللسان فإن لم تستطع فتنتقل إلى التغيير بالقلب ليس هذا هو المراد بل المراد الترتيب الأدوار هناك فرق بين ترتيب الأدوار وبين الترتيب المرحلي الترتيب المرحلي أن أنتقل من مرحلة إن عجزت فيها إلى مرحلة أخرى وهذا ليس وارد لأن لو كان الترتيب في هذا الحديث ترتيباً مرحلياً لتعين تقدم التغيير باللسان على التغيير باليد لا نستطيع مع شهودنا للحكمة في هذا التشريع أو في هذا الشرع لا نستطيع أبداً أن نقول إن التغيير باليد ينبغي أن يكون مقدماً على التغيير باللسان لا يقول بهذا عاقل بل التغيير باللسان لو كان التغيير أو الترتيب في الحديث مرحلياً يبقى الترتيب باليد هو دور من مسؤولية من مسؤولية ولي الأمر الذي يملك صنع القرار والذي يملك أن يمنع الشر والذي يملك أن يكبح جماح هذه الأهواء التي ذهبت هنا وهناك ثم يأتي دور العلماء لم يستطع فبلسانه هذا دور العلماء لأنهم يملكون الكلمة ويملكون المناصحة ويملكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالترتيب بعد ذلك أو التغيير بعد ذلك بالقلب هو مهمة العامة من الناس يعني كل منا يغير بقلبه وقوله وذلك أضعف الإيمان ذلك اسم إشارة للبعيد وليس للقريب فهو يشير إلى الثلاثة الثلاثة أمور يشير إلى التغيير باليد وهو دور ولي الأمر والتغيير باللسان وهو دور العلماء والتغيير بالقلب وهو دور العامة يشير إلى الثلاثة ذلك أي هذا التغيير بأنواعه الثلاثة أضعف الإيمان أي إذا لم تقم أو إذا لم تنفذ الحدود فإذا هذا نوع من الإصلاح ونوع من الأخذ بما تقوم عليه حالة المجتمع من غير أن تكون هناك اضطرابات ومن غير أن تكون هناك منازعات ومن غير أن تكون هناك عداوات لأن الإنسان إذا ترك العمل في رعيته أو فيما استرعاه الله واشتغل برعية غيره فسد الأمر ولذلك قالوا في المثل أعطي القوس لباريها والنبل لرميها يعني لا بد من أن تكلف كل إنسان بما يحسن الأداء فيه لا يجوز لك أبداً أن تقيم إنساناً في موضع لا يصلح أن يقوم فيه بأي دور من أدوار الإصلاح أو التصحيح اشتركوا في القناة